اهلا بكم الفيديو ده انا بحب وموت جدا يعني ليه الفيديو ده فيلم مختصر فيه مهاني كتير جدا على مستوى السمنة وعلى مستويات تانية اولا السمنة معدية القارية كلها سمينة القسرة سمينة وبياكلوا اكل شبه بعض واكل بلا طعم ودايما الانسان بداية المشوار بتبقى صعبة ودايما برضو لما بيكون لك رفقاء معينين في مجال السمنة يعني هما بقى اصحابك واكلها معاك وبينزلوا ويروحوا معاك في المطاعم وبتالي بيجي دولهم انا عمل ريجيم بيحبطوك وزي ما في الفيلم والاهم كل اكل الطيور انا ماشي مع الناس جدا بكلامي دلوقتي كل اكل الطيور الطير بياكل عمرك ما هتلاقي طير سمين عمر ما فيه شفنا طير بيعاني من سمنة مفرطة الطيور الوحيدة اللي بتعاني من سمنة وتلاقي ماشية ملا Morning بيتربيها في البيوت لما البشر يبدأ يتدخل يربي بقى بط المص دقى بط ماشية عامله ازاي ولا الوزة ماشية عامله ازاي الحيوان الوحيد اللي بيعاني من سمنة وتراغلات اللي مجاوة في عدقة الحيوان لما البشر يشرف عليه بتسيبو في الغاب عمرك ما نتلاقي اسف بيعاني من سمنة مفرطة مستحيل ولا نمر متراهل هتسوف ده في حديقة الحيوة احنا اللي بنضيف احنا اللي عملنا السمنة يا جماعة سمنة مخلوق بشري او بمعنى اصح نتاج ثقافة بشرية خاطئة في الاكل والبشر هم اللي بتصعوحوا دلوقتي باساليب مهمة جدا من ضمنها الاساليب الجراحية نهاردة حوار مهمة جدا عن السكر والسمنة توقم بشعة السمنة بمشاكلها الكبيرة والسكر بمشاكله الكبيرة تخيل لما يتحد هذا التوقم الشرير ويعمله حاجة اسمها المزدوج الشرير كان زمان في حياتنا في طفولتنا كنا متفرجع حاجة اسمها المزدوج الشرير انا في رأي ان المزدوج الشرير هو السكر والسمنة واعتقد ان ضيف العزيز سيؤمن بهذا دائما واكد على كلامي طبعا المبدأ في حواره دائما قيمة الأكاديمية والاجراحية المتميزة بأستاذ دكتور ياسر عبر رحيم اهلا بك يا دكتور ياسر عبر رحيم اهلا بك يا دكتور ياسر عبر رحيم كان فيه حاجة زمان اسمها المزدوج الشرير كان بتيجي مع الكرتون السكر والسمنة مزدوج الشرير طبعا السكر والسمنة تبارك وتعالى انهم منع لينا بحاجة اسمها العلاج الجراحي اللي مرض السكر حتى وقت قريب كان علاج السكر يا اما انسوديين يا اما اقراص وحاجات زي كده طيب احنا عندنا السكر بالبساطة شديدة نوعين النوع الاول والنوع التاني نوع الاول بيبتدي في سن الاطفال الصغيرة غالبا يعني وبيبقى نتيجة ان البنكرياز بتاعهم مش شغال كويس لا اسباب مناعية او اسباب فيروسات او اسباب وراسية ايا كان السبب وبقى في نقص انسوديين هذا المرض يمكن ما زال ملوش علاج جراحي عندنا قوي الا اذا كان مصحوبا بالسمنة وده الحقيقة بقليل جدا يعني اذا كان مريض السكر من نوع الاول عنده 20 كيلو وزن زيادة فوق وزنه الطبيعي ممكن نعالجه بالعمليات الجراحية بتاعتنا وبرضه يكون يعني عدى 13 سنة وبيستفيدوا من العمليات شو بقول ايه بيستفيدوا يعني بيستفيد بيقل جرعات الانسوديين بيقل النسبة انهما يجي لهم غيبوبة سكر ممكن يقلب من انسوديين الى اقراص ولكن الموضوع الرئيسي اللي هتكلم عليه النهاردة دكتور ايمان هو النوع السكر من النوع التاني اللي هو مصحوب بسمنة و20 كيلو او اكتر هل النهاردة هذا النوع من السكر قابل للشفاء طبعا باذن الله وبنسبة 100% طيب لو جينا قدنا بصينا على ازاي بنعمل عمليات شفاء لمرض السكر هل نؤكد على انه سكر النوع التاني طبعا النوع التاني ده الموضوع الرئيسي النوع التاني والنوع التاني كمان له شرط المصحوب بسمنة اه طبعا يعني لو سكر نوع تاني والعين وزنه طبيعي ايه او عنده 3-4 كيلو زياد ده مش هيمفع لكن بنتكلم 20 كيلو 18 كيلو فما الزياد ليه بيسموه معامل كتلة الجسد حوالي 30 كانت 35 و40 دلوقتي العلماء نزلوها ل30 من 30 يعني حوالي 18-20 كيلو زيادة فوق الوزن الطبيعي لو جينا مسكنا العملية بتاعتنا بتفيدهم ازاي بقى بص يا كتور ايمان يعني انا دايما اقول للتلاميزية في كل الطب اول خطوة هنبتدي بيها لمريض السكر لازم نقيم وظائف البنكرياس عشان اقدر احط رجلي على ارض صلبة واقدر اختار نوع العملية في حاجة اسمها السيببطايد انا بستعجل حيما ان اي دكتور ما عميش السيببطايد للعين السيببطايد ده هو بداية الشغل او ما جي العين سكر بركرسل أوف انسولين بالزبط كده نعمل سيببطايد سيببطايد دي عبارة عن مادة بتطعم البنكرياس لو السيببطايد اقل من ثلاثة ولا اكتر من ثلاثة لو اكتر من ثلاثة اقل من ثلاثة يبقى لازم نعمله تحويل المسار طب لو اكتر من ثلاثة ينفعه التكميم وتحويل المسار طب ايه معنى كلمة لسانة المشاهدين بدون ما نقول التفاصيل المعقدة يعني ايه اكتر من ثلاثة وقل من ثلاثة لو أكتر من ثلاثة على البنكريات يشغل كويس يبقى إذا اللي عنده مشكلته في السمنة فقط وإن الدهون اللي موجودة عنده زيادة مغاطية على مستقبلات الإنسولين والإنسولين بيطلع طبيعي لكن مش قادر يشتغل إنسولين ريزيستنس إنسولين ريزيستنس طب هذا المريض ينفعله يمكن عمله تكميم معده يبقى بأبسط عملية اللي عملية تكميم عملية تكميم معده طبعا العملية بتاعتنا بتجرب كلها بالمنزار ما فيش فتح جراحي عميد تكميم المعدة ببساطة شديدة هي عبارة زي ما حانشوفت اللي قدامنا عشانش هي عبارة عن عملية فيها تصغير للمعدة وهي تمثل النهاردة سبعين في المية من شغل الجراحات السمنة دي المعدة كاملة قدامنا زي ما حدك شايف كده بندخل دباسة أمريكاني متقدمة اسمها الدباسة الأمريكي السلاثية الدباسة دي بتبتدت أسأس في المعدة هانشوفوا الصورة اللي بعدها ايو بدت أسأس في المعدة بعد كده الصورة اللي بعدها حلاحظ ايو بس نسبت الصورة دي بص احنا فصلنا الجزء اللي عليمين ده يمثل تمانين في المية من المعدة وبرضو تمانين ممكن تبقى تمانين ممكن تبقى خمسة وتمانين ممكن تبقى سبعين حسب تخنو رفع العيان كل ما العيان كان وزنه أكتر بشيل كمية أكبر وهنا بقى لو بص العميدة دي حتفدني فيها تلات حاجات بتقلل هرمون الجوع هرمون الجوع اسمو الجريلين بيطلع من الجزء اللي عليمين ده من المعدة قبة المعدة بيقل جدا جدا يبتدل عن يأكل كمية أكل صغيرة في الجزء ومن تبقى من المعدة ويحس بالشبع بسهولة هزي العملية إذا يعني وزنه بدأ يتضبط سكرة حتضبط ويختفي طالما إن السيب الطايد بتاع العيان فوق التلاتة يبقى تفيده تكميم المعدة وتكميم المعدة هي عملية بتعيش معاك طول العمر وتفضل رشيق طول العمر لو رعيت حكتين عشكت زي ما قلتلك دايما بيقول المريض تديني وعدين الوعد الأول أكل سكرات بصورة معتدلة ورقم اتنين إن أنا أول ما حاسب الشبع أوقف زي كتير تناسب المرضى العشرين كيلو أزيد بس بشرط ما يكونش شارف أكل السكرات أو عنده ارتجاع في المريض ده التكميم ده التكميم طيب نروح لتحويل المسار طيب تمام تحويل المسار سواء تحويل المسار المصغر المعدة المؤمن أو تكميم مع تحويل المسار سناء التقسيم هي عامتين بيشتغلوا بنفس الطريقة تقريبا لو جبنا عملية تحويل المسار المصغر المعدة المؤمن أو لو جبنا الصورة التانية بتاع التحويل المسار الليه أوضح مع لهاش الكتابة اللي موجودة حبص العملية ده عبارة عن حكتين يا دكتور أيمن تحويل المسار هي عزل وتوصيل بنعزل جزء صغير من المعدة ونوصله بالأمع هنشوف الصورة التانية بعد شواء هتيجي هنعمل جيب من المعدة بالزبط أيوة بالزبط لو بصينا على عملية تحويل المسار اللي قدام حضرتك دي احنا فصلنا جيب صغير من المعدة اللي هو فوق خالص ده ووصله بالأمع على بعد 2 متر من بدايتها لو بصينا هنا احنا بنوصل الأمع على بعد 2 متر ممكن بقى 2 متر وكتوى 2 متر ونص 870 سنطي حسب تخنه ورفع المريض هزي العملية بقى هي العملية الذهبية لمرضى السكر تناسب المرضى اللي عندهم سكر وإذا كان شارف أكل السكرات مفيش مشكلة وإذا كان عنده ارتجاع في المريض مفيش مشكلة طب دي بتؤثر زي في مرض السكر هنشوف ده وقت الصورة في صورة جميلة هنجابها شوية فات تأثيرات بتاعت العملية الصورة اللي هي بتأثير مية فاربة حاجات واحد الجزء اللي عزناها على اليمين ده بيقلل هرمون وجوع جدا 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 الجزء الجيب الصغير ده عم بيكون فيه كيميات أكله صغيرة يحس بالشبع بسهولة فده يبتدي يزبط للوزن والسكر الفائدة العظيمة من الله بقى اللي هو عدم مرور الأكل على أول اتنين متر من الأمعاء عدم مرور الأكل على أول اتنين متر من الأمعاء ده بيقلل تصاص السكرات والدوم بنسبة 75% 75% الفائدة العظيمة بقى نزول الأكل من المعدة على أمع مباشرة بيخلي الأمعاء بيستحسها طلع مجموعة هرمونات اسمها الانكريتنز هرمونات بتنشط البنكرياس وتشتغل كأنها انسولين هذه العملية قليلت تلات حاجات وزودت واحدة قليت هرمون الجوع قليت كمية الأكل قليت بتصاص السكرات والدهون وبيزيد الهرمونات اللي بتنشط البنكرياس وهي العملية الذهبية للسكر وتناسب المرضى سواء كان الوظافة البنكرياس سيبيبتايد فوق التلاتة أو تحت التلاتة اللي عام بيأكل سكريات أو العام عنده ارتجاع لأنها بتقلل الضغط جوه المال وهي العملية التي تعطي ينسب شفاء للسكر من 80% لـ 100% طب الأعراض المصاحبة للسكر هل انتفقنا أن السكر عبارة عن 52 مرض العن والقلب والكلة والأطراف والدورة الدموية وضغط الدم وغرغلينة الأطراف هكتير جدا الحاجات دي يا بتتحسن يا على الأقل ما تزدش تقف عند حدها بنسبة 100% ولهذا تعتبق العملية الذهبية للسكر طيب لو جينا قلنا عايزين نجمع الاتنين مع بعض اللي عامتين دون مع بعض هتيجي بقى لعملية التالتة اللي هي تكميم مع تحويل مصار باي بارتشن سناء التقسيم اللي هي الباي بارتشن باي بارتشن فكرتها إيه؟ نحن بنعمل بنجمع ميزات العمليتين معا التكميم مع التحويل بنعمل اللي هي الصورة دي بنعمل تكميم معدى عادي خالص بنشير الجزء العليمين ونوصل الأمعاء في المعدة المكممة على بعد 2 متر من بديتها اللي سمينها سنائي التقسيم المعدة المؤمن أو الساسوب وده تعديل الساسي طيب هزي اللي عملها بكامل المصار إيه؟ أيوة سينجل أنيستموزيس سينجل أنيستموزيس سينجل أنيستموزيس بنوصل في الأمعاء من فوق طيب دي بتفدني في إيه؟ نفس فواية تحويل المصار اللي هي بتقلل هرمون الجوع وتقلل كمية الأكل وبتقلل المصار السكرات الدون وتطلع هرمونات اللي بتنشط البنكرياس طيب إيه الميزة اللي هنا؟ إن إحنا حاولنا نحاكي طبيعة ربنا ربنا خلق الأمعاء بتاعتنا حوالي 6 متر في تحويل المصار المصغر أنا بلغي أول 2 متر خالص وبشغل آخر 4 متر فقط هنا أنا بس عملت إعادة تقسيم ومنها جات كلمة سناء التقسيم لما وصلت الأمعاء بالمعدة أنا سبت الأمعاء مفتوحة عن نحيتين فالأكل ما بينزل من المعدة بيلاقوا قدامه مصارين المصار الطبيعي بتاع ربنا على الـ 12 والفتحة الصناعية اللي إحنا عملناها فالفتحة الصناعية بتاعتنا بتبقى أكبر وأوطى فبينزل على الأكل بنسبة 80% على حتة التانية بنسبة 20% دايما المرضى بيقول لي دوك ياسر الأكل بينقسم إلى جزئين 80 و20 طب إزاي الأكل بيحدد 80 كده و20 كده هم بفتحتين لو جينا في فتحة أوطى وفتحة أعلى وفتحة أوسع وفتحة أديق فالأكل ما بيجي هنا فبيلاقي الفتحة دي أوسع وأوطى فبينزل فيها أكتر دي بتبقى أعلى وأديق فبينزل فيها أقل إيه فايدة لمشغل الأمعاء كلها على مصرعيها إن العيان ما يجلوش سوق تغذية أو العيان العربي مش المصري بس عنده دايما ما عندوش فكة التزام بشيء فالتزامهم في أغذي الفيتامينات بعد تحويل المصار بيبقى مش قوي هنا العمية دي بتستحمل إلى حد ما إنك إنت تاخد فيتامينات أقل شوية ليه لأن أنا كل الأمع عندك شغالة وتعطي نسب شفاء للسكر بإذن الله تعالى زي ما قلتهاك تسعة وتسعين ونص في المية من تمانين لتسعة وتسعين ونص في المية بإذن الله تعالى في بروجريشن في النوعية دي من العمليات دلوقتي يعني ما يعني بتاخد قبر عند في المؤتمرات الأخيرة كلام عنها كتير بالزبط كده بالزبط كده بدأ أتكلم عليهم هم كانوا بدأوا عملها في البرازيل وممكن أكتر دولتين بيجروها في الشرق الأوسط الحمد لله عندنا هنا في مصر وفي الإمارات يعني في مصر والإمارات في سنترين دولت بنعمل عملية ديت والحملة بدأت تقاتي سمارها وبدأ النهاردة المرضى كانوا متخوفين منها في خلال السنتين اللي فاتوا قوليك عملية جديدة بدأ النهاردة تنتشر بدأ الناس تبقى عارفها كويس جدا 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 وهي في الآخر في الآخر هي تحويل المصار اسمها تحويل مصار سناء التقسيم الفرق الجوهري بينها وبين تحويل المصار المصغر انت هتفل الأول اتنين متر ولا هتسيبهم مفتوحين لكن هي في الآخر تحويل المصار دايما الحوار في العمليات عن الدباسات الدباسات منطقة مهمة في الحوار السنة تدي مع التقدم الكبير اللي فعالة من الدباسات حصل نوع كبير من الأمان بص يا كتور أيمن أهم تالت أهم اختراع في القرن العشرين كان المنظار والدباسات يعني لو قلنا أول أهم اختراع في القرن العشرين كان مضادات الحيوية بالزبط كده تاني حاجة محلول معالجة الجفاف بتاع العالم الصويرة ده لأنه أنقذ ملايين الأطفال أطفال كتير كان بيموتوا من الدارة بالزبط كده بيموتوا من الجفاف والحاجات دي تالت أهم اختراع كان يبقى المناظير والدباسات هي الفكرة عندنا إيه؟ إن العاملات زمان كانت فتحة بطن خي باك فتحة بطنة في عيان سمنة مفرطة ده تسهل كارثة إنسانية والله كارثة إنسانية النهار ده الحمد لله بنعمل ثلاث خروم صغيرين وندخم منهم الدباسة الجراحية لإن إحنا بنعمل عمل دي بالدباسات بنقص المعدة ونوصلها عن طريق الدباسات الجراحية الدباسات لو بصينا أيو دي أكبر حاجة ده على فكرة ثالث أهم اختراع في القرن العشرين اللي قدامنا ده لو بصينا اللي هي دي الدباسة اللي بتجري العملية والمرضة بيلغ بطنة قولك هي عامية تدبيس يا فندم لا عامية تدبيس المعدة عامية قديمة وتلغت من العلم وانتهينا منها خلاص إن إحنا نجري التكميم وتخويل المسار وسناء التقسيم عن طريق أنا مدخلش إيه دي جوا بطن العيان للعيان أنا مفتحتش بطنه أصلاً هي ليست عاملات جراحية هي عاملات منظر هي جراحية بس بالمنظر جراحية بالمنظر عزي يمفيش فتح جراحية ده لأنا أقصده فبندخل الدباس الدباسة النهاردة نسبة الأمان تسعة وتسعين ونصف في المية الناس خافوا قولك إيه ممكن المعدة ما تتقس يحصل نزيف وتسريب ده كان زمان كتير النهاردة الحمد لا تسعة وتسعين ونصف في المية أمان ما بنقولش مية في المية إن مية في المية هي ربنا لو رجعنا الصورة اللي قبل كده هي ايه وجه اللي اختراع في الدباسة بص حدك شايف الخطة الاسود للطويلة في المص ده ده السكينة اللي بتقص المعدة يمنها وشمالها تلت صفوف دبابيس فالمعدة بتبقى مؤمنة بتلت صفوف كان مخيط الجاكيتة بتاعتي تلت مرات فلو فك دبوس ورات تاني فك التاني ورات تلت إن التلاتة يفكوا بتبقى صعبة جدا 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 الحملة القومية بقى يعني للسكر والسمنة في الجراحات دي حملة مهمة جدا على فكرة أنت راجل جميل إنك دايما في كل حلقة بتجيب صريتها لأن أنا يمكن مع حضرتك كنا من سنتين ثلاثة بدأناها مع بعض الحملة القومية اللي اللي إحنا عايزين ننفي بيرتسم عندي ذهن كاسيم ناس عمليات السكر والسمنة هي عمليات للأغنياء فقط لأ إحنا عملنا حملة قومية والحمد لله النهار ده بنوفر العمليات بسعر يكاد يكون سعر التكلفة لكل إخواننا في مصر والوطن العربي على أساس إن النهار ده السمنة والسكر هي مرض وليست عمليات تجميل فالحمد لله الحملة القومية بتاعتنا مستمرة بنوفر العمليات بأسعار تكاد تكون سعر التكلفة لكل إخواننا في الوطن العربي مهمة في السياح العلاجية اللي إحنا بلاسعة إن إحنا ندعمه في فروع الطب المختلفة والشعار اللي إحنا حطناه وطن عربي بلا سكر وسمنة أنا أكاد أقول لها دك النهار ده نص المرضى بتوعي يوم العمليات نصهم من الدول العربية ونصهم من مصر فالحمد لله إن إحنا قدرنا من مصر وكويت والسعودية في ربعين على عرش من أهم عشر دول بالزبط بالزبط هم نتكلم وقطر على فكرة معنا بالزبط في القصة دي يعني ده يعني فده شيء مزعي جداً أمريكا معانا برضو أمريكا نمرة واحد أمريكا نمرة واحد بالزبط مصر بقت رقم أربعة على فكرة ده بكويس مصر بقيت رقم أربعة كنا كام بقيت رقم ثلاثة باقي بالزبط كده أتأخرنا شوي أتأخرنا شوي يا رب نبقى رقع هدي بقى نتمنى نكون رقم مية يا رب نطلع من الموضوع يا رب انشاء الله وقتنا وأسعدتنا متشاك قبل ما نمشي السيدات ياخدوا بالهم توتر شريك حياتك بيؤدي لإصابتك بالسمنة ما تخليش جوزك يبقى متوتر عشان ما نيصبش بالسمنة ضيف العزيزة المبدع دائما لأستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم كالعدد يمتعنا بحواره ويمتعنا بتعليقاته الجميلة الرشيقة التي تدخل إلى العقل ولا تقادر في عالم كرحات السمنة خليكم دائما معنا سلام